السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا احب اللغة العربية بس لان كل الطب درسته وثقافتي مو بس طب كل القريته هي كتب اللغة الانجليزية فمرات اشوف صعوبة بس ان شاء الله احاول والله يوفقنا ان شاء الله جميعا فالنوم ليش مهم النوم؟ النوم مهم لانه هو عملية فيزيولوجية بايولوجية الدماغ ينظف نفسه من المواد السامة اللي جمعت اثناء عمله بالنهار لو تباوعت الدماغ التشريح يشوف اقو بيه تجاويف بالطب احنا ندرسه بالتشريح يسموها ventricle يعني شون البطين ما للقلب بس هو طبعا مو مثل القلب بس يعني تجويف بيه سائل وهذه مو بس عدة تجاويف بيه سائل هاي اسمها cerebro spinal fluid cerebro معناته باللاتيني دماغ spinal معناته الحبل الشوكي fluid سائل فهذا السائل هو موجود في الدماغ وفي الحبل الشوكي وهو سائل فهذا بالليل يطلع يغسل خلق الدماغ شون السيارة من توديها للقراج ويغسلوا الكياها من الوساقى من القريز من الال والدماغ يتقلص بالليل يصغر حتى السائل ينظفه يمشيه بالليل هالشكل يتنظف وهاي المواد التي تتنظف هي بروتين الها اسماء بالطبي تأميلويد هاي الاشياء اللي اذا ما تنظفه تتجمع تتجمع وبعدين من واحد يكبر يقول لك هذا صار خراف هذا صار ألزايمر هو الألزايمر والخراف ما يصير من يجي الإنسان للطبيب لا هذا بادي قبل ثلاثين أربعين خمسين سنة شوية 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 إلى أن الدماغ كلش بعد ما يقوم يشتغل ويقوم الشخص ما يذكر أهله وما يدري وما يذكر كلش يعني الذاكرة تكون كلش ماكو يعني أنا جديتها الله يرحمها صارت خراف فديوم جمعة أنا جيت أدير بالي عليها فجبت لها أكل وقعدت وياها وسولفيت وضحكت وبعد أن شلت الصينية كان نقول لي بيبي ذول الناس اللي قاعدة عندهم ما يطون أكيل لتها بيبي مهسة أنا الطي تشأكل يعني أنا شال الصينية خلصت فهذه يعني أقدر أحكي لكم فيديوهات على الخراف لأن أدي تجربة شخصية يعني ويا الناس اللي أعزهم فالنوم كلش مهم فالنوم مهم لصحة الدماغ ومهم للتمثيل ما للجسم يعني أكون اتصال بين الدماغ والبنكرياس وهو يرتب معدل السكر في الدم وبعدين الجهاز المناعي يشتغل ينظف ويطيب الأشياء اللي هي خربت أثناء النهار يعني يسوي شفاء أثناء الليل يعني شنون أنا بالانجليزي بالفيديو مالتي أقول شنون إنت نايم على ميز عمليات ورب العالمين كامش ستشين تودى يطيبك وتم تدري نايم مرتاح هيتش يعني قطي مثل إنه شون التنايم على ميز عمليات وجراح ديش طول عليك فالهورمون هو هورمون النمو هو هورمون الشباب هو الهورمون اللي يسويك حيوي هو الهورمون اللي طيبك هو الهورمون اللي يخليك ريجوفينيشن ريجوفينيشن معنات إنت مثلا باتشر مو تصير إنت أكبر يوم لأ تقدر ترجع عمرك يوم دي ورا تشايفتش يعني تقدر بدال ما تصير أكبر بقو ما تصير أصغر بالعمر فبعديا الحرارة الدورة الدموية القلب الجهاز الدورة الدموية يهدأ بالنوم والضغط ينزيل ويرتاح القلب والنبض يهدأ فهاي كلها أشياء مهمة وبعدين الجسم هو خلال بلايين السنين متعودين الناس إحنا من الله خلقنا متعودين نقعدوا الصبح ويا الشمس والنام من الشمس تغرب بس مرات إذا يريدون يقعدون مثل بالشتي السامر ونعلقون نار يدفون عليها فضوا النار أو ضوا القمر أو ضوا النجوم وخصوصا إحنا ببلداننا السماء صافية وبالصيف وحتى أنا بطفوليتي بالحلة كنا بالصيف نصعت بالسطح من تغرب الشمس نفرش وفراشاتنا على القريولات بالسطح والنام ونسولف نسولف قصاص نحتي نوكة نضحك نرتاح وشنو عشانا ناكل رقي ناكل لبن وخيار والنام نقعدوا الصبوح نشيطين نشتغل بالليل بالليل هم من وقت ننام بالشتاء نقعد دار مدار المنقلة بيبيت تحكي نقص حلوة تفرحنا محمد الكسلان شو كسلان شون الأميرة شافتة وسوتة برينس وصار أمير وزوجتة يعني يطونا أمل بالحياة ويفرحونا أو هزي هزي التمر ينزل كل ليل وألماز نفرح وننام من وقت ودقعدنا ساعة أربعة الصبوح أقولها بيبي ليش تقعدين ساعة أربعة قعدت بيبي الله يوزع الرزق الصبوح وإذا قعدت متأخرة ظلين طول عمري شفقيرة أنا هم طفلة صدقت بها الحجاية وبقيت طول عمري حتى هزي أنا عمري فوق السبعين أقعد ساعة أربعة الصبوح أو ساعة خمسة الصبوح وحبها هاي شي ده ما غيش طغل أحسن أقرأ أحسن إذا قدمت حانا راجع دروس الصبوح كلش أحب الصبوح زي فهزي هاي ناسنا الكبار يعرفوها من قبل هسه صار بطي بحوث ومختبرات مع النوم ودراسات وشافوا شنو قلة النوم وشنو تأثر الصح يعني إذا واحد ما ينام ويضل سنين أنا أعرف شخص طبيب وجراح وقام طلع تقاعد قام يقعد بالليل يتفرج تلفزيون شرب قهوة متونيس مرتاح وصه بحينا عشر سنين جسم خرب بعد السكر ما يتنظم صاعد نازل لا أقول لكم ولا تقولوا لي قلب الشرايين انسدد سووا ولا عملية ما القلب توفي يعني إحنا دا نحتي على موت وحياة مو شقة يعني أم كلثوم اتغني ولا بلاشوه قصر الأعمار وطول السهر هاي غلط ولذلك يشوفها الله يرحمها سمينة ويجوز عدها السكر وكان يرون عدها الثايرويد الغدى الدرقية تعبانة فما تعرف هي ما تعرف بذاكي وقت ما كويش معلومات فالنوم كلش كلش مهم والأطفال اللي ذلك تشوفهم ينامون أكثر الوقت حتى ينمون لأنه هرمون النمو ينفرز بالنوم وشي مهم أنه الجسم بساعة بايولوجية شنو هي هاي ساعة البايولوجية أكو بكل خلية نوات وبكل نوات أكو جينات وراثية يسموها العوامل الوراثية بالعربي هاي أكو قسم من الجينات متخصصة تريد تعرف هل هو نهار أو ليل فشون تعرف فلازم الصباح إحنا نطلع ويا طلعة الشمس نعرض عيوننا فالدقيقتين عشر دقائق إذا كانت الضوة قوية مثل ولاياتنا بالعراق أو إذا هنانا بالصيف بانجلترة بس بالشتاء يعني حوالي نقول عشر دقائق إلى عشرين دقيقة ليش حتى الضوة يخش بالعين وبالشبكية طبعا إنت مو تنظر للشمس بصورة مباشرة لا ولا تغطي راسك بقبعة أو كاب يعني هتشيط تحمي لا خلي عينك مو تمشي رح عينك تتعرر الشمس أو ضوة الشمس رح يدخل بيها لأن الشبكية بيها هسه اكتشفوا مستقبلات متخصصة بالضوة يعني الشبكية هذي فالشي كل شئ أنا معجبة بيها منت كنت أدرس بأدنبر دا أسوي الجراحة الآن ما كانت ثمان طبقات أقعد أصفون هاي شنو شن تشتغول يعني فالشي أنا معجبة بالعين وبعد الشي ثاني شيت معجبة بيها من بالإذن هم فالشي عجيب بالنسبة إلي التشريح أي وبعدين هسه رحت الأحسن مستشفى يسموها مورفيلد سنتر بسنتر لندن بالماركز فسألت الاستشاري قلت له شم طبقة سالشبكية قال لي دعش ثاني استشاري شفته قال لي تلتطعش ثالث استشاري رئيس القسم قال لي دكتورة إن ما نتسئلين حسن ما تسئلين يعني ما يدرون ما يعرفون شم طبقة بس يعني هي بما معناه اللي شريد أقول عدة طبقات وعدة خلايا متخصصة قسم بضوى النار بضوى الليل بالظلمة بالألوان أي فهذه يخش يدز كهرباء بالأبتكنر هو عصب البصر يروح للدماغ أقو هناك ساعة هي مو ساعة هي خلايا عصبية إحنا نسميها ساعة حتى نبسطها وهذه موقع حصائر نعرفه وين بالدماغ فهي تتحفز هاي تقوم الدز للغدة النخامية الغدة النخامية فتغدة صغيرونة بقد الأظفر ما الأصبع عيدك الأصغير وقاعدة بسلة بحفرة يعني نسميها باللاتيني سلة تورسك يعني سلة خوش هذي هذي هي أم يعني الدز هورمونات للغدد الصماء بالجسم غدد الصماء شنو يعني غدد تفرز هورمونات ما بيها قناة رأسا الهورمون يخش بدها بيسموها صماء الغدد الدرقية الغدد الكضارية اللي فوق الكيلة البنكرياس يعني يعني كل الهورمونات الهورمون ما الأكسيتوسين بالولادة يعني شكوا يطلع من هذا الغدد النخامي والغدد النخامي متكونه من فصين فص الأمامي والفص الخلفي زي نسا نعوفة الأطباء والمتخصصين وال نورو سيرجين دولة والنورو ساينتس علماء المتخصصين بالجهاز العصبي فالجسم يستلم سيجنل يعني سيجنل يعني علامات يا بهاي نهار هسا صار فشوف كل خلية هي بها نواة وكل نواة أكو عوامل وراثية نسميها جينات قسم من هاي الجينات متخصصة من يجيها الحافز مال الضوة تطلع يعني فالشي عجيب إذا أنا شافتها بالفيديو يعني فيديووات مكبريها طبعا ملايين المرات يشوف الجين يطلع من النواة مال خلية برا بالسايتو بلازم كأنه طالع للشغل شون العمال يطلع من بيته للشغل وبالليل يرجع فالشي عجيب فالشي حلو حلو فهذه الجينات هي من تطلع رح يسوي بروتين والبروتين هو اللي يسوي شغل الخلية والجسم متكون من عدد خلايا فالجسم يشتغل بهذا البروتين اللي ينفرز أثناء النهار طبعا الشغل أثناء النهار يختلف من شغل الخلية أثناء الليل الهورمونات أثناء النهار تختلف من الهورمونات أثناء الليل فضروري ضروري تعرضون عيونكم الصبح الضوى الشمس عشر دقائق عشرين دقيقة والمغرب هم نفس الشيء هم تعرضون تطلعون وإذا ما تقدرون تطلعون واتبع الغرفة باوع من الشباج باوع من باب إذا عدق سجاجية وشوف الضوى ما للشمس الطبيعي مو تباوع على الضوى الاصطناعي ومن الصبح قبل ما تباوع بالتليفون وبالآيباد وبالكمبيوتر لا هذه الضوء الاصطناعي رأسا اطلع بالشمس الطبيعية للأله خالق أكو بيها شيء تكلفك فلوس لا بس تذكر ليش لأن هذا هسه الكورتزون يصعد الكورتزون هذا يطلع عالي الصبح بالليال يقل وإحنا بالطب يعني من نفحص الكورتزون نفحص النموذج الدم الصبح نشوفه عالي وبالليال واط نسوي لأنه الهورمون مو نفس الشيء ثابت دائما الهورمون وإحنا علمونا بالطب بالفيزيولوجي هو علم دراسة وظائف الجسم هو مثل الموجات عالي وناصي مو ثابت مو مستمر لا وبعدين إذا إنت طلعت الصبح ورسط المسافات البعيدة بعد ليش سأنا أقول لكم ليش وباوع السماء باوع القاع باوع مننا ومننا تحود باوع مكان أو تشوف أو تنظر باللغة العربية الفصحة إلى مسافات بعيدة وإذا ما قدرت تبرى حتى من الشباج إذا أتعى الكمبيوتر وشغل الكمبيوتر رأسا وخر عينك وباوع بعيد ليش لأن إحنا دائما صرنا دماغ عيوننا قريبة لو كمبيوتر لو آيفون لو آيباد لو ده نطبوخ لو ده نخسل هدوم يعني كل قريب مو بعيد النظر فهذا كلش كلش مهم لصحة العين والنظر والعين كلش كلش مهمة وإذا سويكم فيديو شون نحافظ على النظر معلتنا وغايح تشاية واحد يكبر يصير عنده كتاراكت ويصير عنده العدسة تصير شنو العدسة يعني أوبيك يعني مصافية هذا كل حتي أنا بالنسبة الدماغي ماكو كبر بالنسبة الدماغي الجسم فالشي فضيع الله خلقه يطي بنفسه يعالج نفسه بنفسه وإذا عطينا العوامل الصحيحة وأنا ليش أعتمد على هذا لأنه أصفن أصفن يعني إحنا نسوع نحبل نجيب زين إحنا ش سوينا وهذا يطلع لك طفل كامل زينها شنون خلية راحت بيضة ويالسبام صارت انقسمت صارت طفل خشت من المبيض لفالوب ينتيوب اللي أمبو بالفالوب يخشت بالرحم قعدت بالرحم سوت مشيمة صار طفل كامل يطلع شنو هو أنا سويته لا هو هو مبرمج مبرمج الجسم أنا أحسن إثبات إلي أنه الجسم فالشي فضيع وعظيم ما يحتاج لا حبابي ولا أبار ولا طبيب ولا مستشفيات كل هذا حد شي مسوي صناعة وتجارة وفلوس وبعدين التأصفن الطفل يطلع ليش عينيا ليش مو أربعة ليش مو خمسة فمعناته أنه الجسم بي سويشات يشتغل ويطفي يبدأ العملية ويوقفها زين الشي ثاني اللي أنا أعتمد عليه من نسوي عمليات وأفتح البطن وجرح وأفتح الرحم وخيطة زين من يطيبه هو يطيب من وحده فهي أحسن إثبات إلكم اللي قدتوا ما الصدقون أنه الجسم هو فالشي رهيب وإحنا لها سما نعرف كل شي بعدنا دندقيش بالألين بس هلنا أرف هم يفيد يعني نفتهم المسائل فالنوم كلش مهم لتنظيف الدماغ إذا ما نمت يوم ثاني يوم يشوف دماغك متشبين ما مرتاح ما أصوب تحب بساكل سكار الشهية مخربطة خواني إذا ما نمت الليل يعني ثاني يوم يروح علي عدم ما قدر وبعدين إحنا الأطباء من جنة صغار طبعا وناخذ أنكول ولذلك يشوف معظم الأطباء صحتهم مو زينة لأنه يشتغلون شفتات بالليل منا فشوف يعني صحتنا مو صحيين ولذلك ذولة اللي يسوون شغل بالليل ذولة يردلهم ترتيب خاص بس أنا أحكي عن الناس العاديين اللي هم يقدرون يشتغلون بالنهار وبالليل لازم ينامون زين النوم هو بعدة أشياء أول شي مدة النوم النوم هو دورات كل دورة يعني حوالي تسعين دقيقة خمس دورات أضرب تسعين دقيقة في خمسة يطلع لك أربعمية وخمسين دقيقة هذا النوم لازم زين أربعمية وخمسين قسمها على ستين دقيقة يطلع سبع ساعات ونص فمدة النوم بين سبع ساعات ونص وثمان ساعات هاي وحدة هذي المدة مع النوم ثاني العمق مع النوم يعني النوم طبعا هو نحن مفحصة بالطب بالمختبرات يخلون وايرات على الدماغ ويفحصون الموجات اللي بالدماغ يعني التنايم دماغ كم ده يشتغ يشتغ ينظف نفسه الأشياء اللي تعلمتها بالنهار ينقلها من مكان المكان آخر حتى تثبت فالنوم كلش مهم للتعلم وهاي مشكلة التعلم كلش مهمة بالنسبة للطلاب بالنسبة إحنا العراقيين واني هاي قدي مشكلة بالنسبة للدماغ العراقي لأنا لاحظ العراقيين ما بدون يتعلمون ميسمعهم انصحهم الصحة يطبوا منها يطلع منها فاني أسأل نفسي دائما أسأل ليش ليش هذول العراقيين ما يتعلمون والإنجليز رأسا شحشي يكتبه بالورقة والقلم ويروح يشتري المواد الصحية ويروح وفورة ثلاثة شهور ضعفالة عشرين كيلو ليش العراقي يبقى نفس الشي ليش شنو هذا الدماغ العراقي أنا هاي دائما أسأل نفسي ووصلت إلى حل ووصلت إلى نظريتي أنا فبعدين هاي لازم أكتبها لو كتاب لو أكتبها فيديو يعني ليش الدماغ العراقي ما يتعلم أقولكم باختصار الدماغ العراقي مشوش مو أمين خايف متأذي فالدماغ اللي يتعلم لازم مرتاح مو عاطفي إحنا الأواطف عندنا كلش آلية والمآسي المرينا بها كلش شديدة بالنوعية والمدة والهاي حتى الأراقين داخل الأراق وخارج الأراق يعني من تحتي ويا الأراقي يشوف كله سلبي ويحتي نكتيف وكله على الموت وحاقهم ما يقرف شون ينظف دماغا وصدق هو دا يحتي بس هذا كلش مؤلم ومو صحي اي فسا نرجع على النوم المدة ما لتقنى بين سبع ساعة لثمان ساعة للعمق الريجولارة يعني الانتظام تروح لنام بساعة معينة وتقعد بساعة معينة والفراش وغرفة النوم لازم بيها أصول البردات فخينة ظلمة ما كو ضوة ما كو آيفون ما كو آيباد ما كو قاعد على الكمبيوتر لساعة 3 الصبوح يقعدوا الصبوح عيونه بالحاق ومع الصوب ويصيح يحجع آلي يقعدوا ساعة دعش دولة شباب العراق يعني شفت يعني رحت للعراق وراء 27 سنة تعجبت شن هالموديل الأطفال كل واحد شاي للآيفون البيبية ترقض وراء الطفل ساعة دعش بالليل تطيق باب تقوي قلبه يعني فد مليوصة فد مليوصة تمام بالعراق على كل ما كو مكان ما لعبور يعني شا أقولكم بس إن شاء الله نبدأ نحكي على هالأشياء لأن أنا أسأل نفسي ليش 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 نرجع للنوم مدة النوم قلنا العمق ما للنوم الترتيب لازم زي لو فرضنا أتنامت وما قدرت تنام وقعد افتح لك ضوة أصفر وأقرأ نعيس ارجعنا حتى تتعلم إت من بالفراش هو بس للنوم فالغرفة ما للنوم ما بيها تلفزيون ما بيها آيباد ما بيها كومبيوتر لا ولازم ظلمة كلش مهم الظلمة الداكنة وكلش مهم يعني عندك ترتيب أنه تحضر نفسك للنوم من المغرب تبدي ضوة بالبيت تكون أقل تخلي تشترون ضوة أصفار أو ضوة أحمار مو ضوة يعني هاي شموع وشارب ويعني قوي لا وبعدين ما تباوع بالسكرين بهاي الشاشات لأن هذه كلها تطيق الظوة الأزرق الظوة الأزرق هو ضوة ما للنهار فالدماغ يتشوش يصور بعد نهار فمن تروح تنام بالفراج ما يدري ما يدري إنه هذا هذا ليل يعني طول الوقت تباوع بالشاشة اللي هو ضوة أزرق وهاي ما يقول لك يخلي شيد وتلبس نظارات كلها حاجة تصفيق مو طبيعي لأن الإنسان دماغه ونومه وقعدته يعني خلال بلايين السنين مو ملايين أوكي ولكن هسه يعني ممكن صار مية مية وخمسين سنة صار عندنا هذا الضوة الاصطناعي اللي خرب الصحة وخرب الإشاء ولا هما الناس يصوروا يعني قام يشتغلون 24 ساعة والسوبر ماركات مفتوحة 24 ساعة النتيجة شنو تشوف الناس كلها مرضى أنا بالنسبة إلي من أمشي بالشارع بلندن الإسمان والبطنة شكبر والقاعدين الكراسي مو صحي ما يعرفون راسة صحة مين على كل فالنوم قلنا المدة الترتيب العموق الرجولارتي الدوريشن الكوليتي الدبث الرجولارتي والكونتينويت يعني الاستمرارية مو كد ساعة واحد يقعد ولا واحد مرات من يكبر يقوم إذا رجال أو مرة يقعدون الرياجين لأن البروستيت تكبر وتضغط على الإحليل البولي يقعدون يبولون بسمئلها علاج آخر طبيعي وحتى واحد يقلل من القعدة خصوصا الكبار لأن هو نايم يقعد يجوز يوقع وإذا وقع يعني 33% من الكبار إذا وقع يموتون كلش كلش مهم الوقعات بالليل ولذلك إذا تريد تخلي ضوة خلي ضوة أصفر هذه مهمة فالمحيط يعني تحضر نفسك للنوم بعدين النقطة المهمة أنه تسوي رياضة أثناء النهار مو تسوي المغرب لأن الرياضة تصعد درجة حرارة الجسم من واحد ينام لازم درجة حرارة الجسمة باردة والغرفة باردة مو حارة أقل شي حوالي درجة مئوية أقل من يعني اثنين فهرين هايت أقل الكور يعني السنتر يعني مركز الجسم يكون بارد النوم يصير أحسن وقبل النوم قد تاخذ دوش حار لأن الدوش الحار رح يوسع الأوعية الدموية ورح يجي الدم للجلد فالدم يقل داخل الجسم فحرارة الجسم بالمركز رح تقل فيساعدك عن النوم أما تاخدوش أما تقعد إذا عندك بانيو تقعد بي إذا عندك ستين باث يعني مال بخار هذا يفيد والأكل التاكل التاكل حوالي خمس ساعات قبل النوم هذا كلش مهم لأن إذا تاكل أكل دسم وأكل هواية مو زهم وأقل بعض أنواع الأكل الساعد عنه مثل الخس إذا تشرب بها بنق إذا تشرب شاي نعناع وتقطع الشاي والقهوة تعتمد إذا شون قسم ناس حساسي يعني تشرب قهوة الصبح أول ما تقول أو شاي أو إذا تريد وراء الظهور تشرب دي كافيناتد يعني بدون كافايني الكافايني يأثر عن النوم والكحول هم يأثر عن النوم أكو ناس يقول لك لا يساعدني عن النوم بس هذا غلط لأنه الكحول يسوي نوم متقطع ومصحي التواب اللي هواية مو زينة فباللي يساعد عن النوم إذا أكلت كومبلكس كاربوهايدريت يعني الكاربوهايدريت المعقدة اللي تاخذ وقت الجسم يكسرها يقصد بالجسم هي البكتيريا اللي عايشة في الأمعاء هي اللي تكسرها لأن إحنا الخلايا الجسمية ما بي عندنا جينات تتكسر الكاربوهايدرات المعقدة الكاربوهايدرات هي طبعا الأكل عندنا الدهون والبروتينات والكاربوهايدرات اللي هي تضطينا الطاقة تكسرها البكتيريا بالقلون اللي نسميها مايكرو بايوتا مايكرو يعني أجسام دقيقة نشوفها مجهرية وبايوتا يعني عايشة بايو معناته عايشة وكلش كلش مهمة هذه البكتيريا والفيروسات والدود والثرش يعني هاي موجودة بالأمعاء كلش كلش مهمة بالنسبة للأمراض بالنسبة للنوم بالنسبة للجهاز المناعي بالنسبة لحالة الدماغ النفسية كلش كلش مهمة وغير دلها يعني أفلام أخرى ولذلك النوم هو جزء من الصحة يعني سأله أقول لك الهلطي لافي ستايل يعني المودية للصحي مو يعني أنت تسوي ريجيم وترجع الخرابط لا لازم طول العمر للنهاية وتغير هو من آداتك وتجاهد ويا نفسك لأن الجهاد مع النفس صعب تغيير الآدات صعب أنا ما دا أقولكم هو في الشي بسيط فهذا يعتمد على التنفس شون تتنفس عميق تتعلم تنفس البطن اليوغي شون من تاخذ نفس عميق تدفع بطنك لي بره ومن خلال خشمك من خلال الأنف وبعدين من الشهيق وبعدين الزفير تدفع بطنك للداخل باتجاه الظهر وللأعلى باتجاه الصدر ويكون الزفير ضعف الشهيق من خلال الأنف طبعا هذا كله لازم تتدربه يسمو controlled breathing يعني إتا تسويه بوعي المي النظيف التشربوه أنا استعمل عدي reverse osmosis reverse osmosis reverse يعني عكسي osmosis يعني أكو فالغشاء يمر بي المي مال الحنفية هاي بلندة ميه موصحي كلما تروس أدوية وهورمونات وخروج وبول كله يصفو ويدزو بالحنفية أبدا موصحي فالتنفس المي الأكل شنو الأكل اللي يسوي التهاب شنو الأكل اللي يضد الالتهاب شنو الألياف اللي تغذي البكتيريا بالأمعاء شنو يسموها prebiotic pre يعني قبل الحياة probiotic ويا الحياة زي النوم النوم يعني كلش كلش مهم و شن نعالج الخوف القلق الصدمات السترس الشدة لشب عصبي طبعا أنا سرح أسوي فيديو بالانجليزي وذا ردت بالعربي همقولولي وأسويلكم يا بالعربي شلون نصير هادئين شنو نتكلم بهدو شنو نحتي حتي حلو من تشوف ناس شن سلبي قول لهم ما ريد أسمع أو غير الموضوع لأن السلبية والمراض والقهار يعدي يأذي مو يقعدون يتنفهون براس الواحد أكو نظرية يقول ينفس عن نفسك هاي غلط أصلا أنت كل ما تعيد القهار كل ما يثبت بدماغك ما قلت شي ماشي لا تتقو عبر طبب منا طلع منا وبعدين لازم واحد يشعر مقتنع من الصبح يقعد يتنفس يروح يبول تطلع بطنة شقد أكون مرضة زار في لهم بسوي لهم ثقب بالقصبة الهوائية حتى يتنفسون وهسا بكوفيد قاعد يلي بالنعاش ما يجور الأكسجين أكفد واحد إيطالي خلوه بالنعاش يوم وصار زين طلعوا قالوا مريد من عدك خمسمائة يورو قاعد يبجي قالوا هاي عمره كله أتنفس معرفة قيمته فسا يوم يكلفني خمسمية هاي نعمة من الله فأتصور هذا يتفي وإذا ما يتفي قلولي لأن أقدر أحتي سنة صحة أقدر أقعبود أحتي لكم سنة لأنه صاير الصحة بدمي وبكل خلية من خلائي جسمي والطريق الصحة بديت به من 1996 صارت عدي جلطة بالدماغ متشد أشتغل استشارية بقطار وبعدين قاعدت قلت ليش ليش أهبش واحد يسأل ليش وبعدين شفت أنه أنا من نوع لأشتغل هواية وعصوب ولي تكون شي بيرفكت يعني مثالي ما أكو هاي شي الحقيقة ما أكو بها مثالي وبعدين قميت اهتديت أتعلم لأن بطب ما يعلموني لا يعلموني يعلموني التغذية كون شي ما أكو يعلموني المرض يعلموني الأدوية يعلموني شون سوي عمليات بس أنا دائما أسأل دماغي من شت بالكرر ما مش وحد شو نقول ليش إحنا الأطباء إلا الورا ما يصير شكبر يا الله نشخص ليش من هو صغير ليش من منع قبل ما يصير أوكي بس إن شاء الله هذا كافي وإذا تحتاجون بعد قلولي وأني يعني سبسكراب شنو يعني سجلوا بالقناة مالتي وكتبوا لملاحظاتكم واشتردون يا موضوع حتى أتكلم لكم عليه وشكرا وإلى اللقاء مع السلام